موسيقى موسيقى فلنت ساحل يدا بيد نقلي هذا الوعي معا طمالا لعالم أخضر وأفضر استدامة لنا هذه المظهرة هي عبارة عن معرض فني يقدم من طرف تلاميذ مدرسة رياض المعرفة وندوى تقدم كذلك لفائدة التلاميذ بخصوص الأسبوع الإيكولوجي الذي يقام بالمدرسة هذا الأسبوع الإيكولوجي هو بحداته فكرة تبلورت في إطار الأعمال التي تقوم بها المدرسة لأنها عندها ما يسمى باللغة الفرنسية لابغيجاد إيكولوجيك هذا فريق من التلاميذ والتلميذات الذين يحافظون على البيئة في المدرسة وفي شارع المزاور للمدرسة ويحسسون الناس بفائدة البيئة هذا العمل الذي يقوم به التلاميذ والمدرسة في الإطار أعطانا فكرة باش نساعده بصيفتنا الجمعية في تربية النشأ وتحسيس التلاميذ ومن هذا المنوال التلاميذ كذلك الصغار سيحسسون الكبار لأن الأفكار لا تمر دائما من الكبار إلى الكبار ولكن تكون مسموعة من الصغار نحو الكبار وكان هذا هو الهدف الأساسي لمواكبة كل ما يقوم به المغرب بلدنا الحبيب في هذا الإطار لمكافحة التغيرات البيئية والحضر المائي وكل شكل أشكال التغيرات المناخية قلنا باش نقوم بهذا المعرض الفني اللي عبارة عن 68 لوحة رصمات من طرف التلاميذ والتلميذات وبعد الأشكال الأخرى سيحسسون الكبار سيحسسون الكبار للعدد ديالهم 38 اشتغلوا عليهم لمدة ثلاث شهور وكي عرضهم في المدرسة اللي غادي يحضروه شخصيات وتم الافتتاح ديالوات الصباح ويحضروه أباء وأمهات التلاميذ بزيارته لمدة ثلاث عيام بالنسبة لهذه الندوة هدي احنا بصيفتنا جمعية أباء أولياء التلاميذ ارتقينا أنه المدرسات تقوم بجميع الأنشطة التربوية والاجتماعية الموازية وليس لنا باب للاشتغال لأن الدور ديال الجمعية ستقوم بالحمد لله المدرسة وتتفوق في الدور هذا قلنا المسألة الوحيدة التي يمكن أن نقدمها للتلاميذ وهو العلم العلم والخبرة لأنهم تلاميذ تتغير سلوكهم عبر السنوات ويكبرون في العمر فيودون أن تكون لهم علاقة مع شخصيات سياسية وأساتذة باحثين كبار يرون مستقبلهم بأعيون إيجابية ارتقينا أن نستدعي شخصيات سياسية وديبلوماسية وتقافية وفنية لإلقاء عروض على هذه التلاميذ وفي هذا الصباح تنصدفنا السيدة الوزير السابق السيد ناجيب السروالي الذي كان وزيرا للتعليم ووزيرا للوظيفة العمومية وغادي تشرفنا بالحضور السيدة الوزيرة حكيمة الحيطي ووزيرة البيئة السابقة ومعنا الأستاذ هشام أيتمنى رئيس مجلس بلدي للمحمدية وبصفته كذلك نائب برناماني وأضو اللجنة المغربية من الاتحاد الأوروبي السيدة عبد العزيز درويس رئيس مجلس عمالة ريباط والسيدة هودة الخشين نائبة رئيس مجلس عمالة ريباط وحصلنا الشرف أن الصدفنا هذا الصباح كذلك الأستاذة بن إحياء المديرة تنفيذية لمؤسسات كوالما لأتلاف المغربي للماء والحاصلين على كرسي الماء باليونيسكو هذه الشخصيات التي لها خبرة طويلة في ميدان المحافظة على البيئة واللي عندهم كذلك اهتمام حاليا وحرفيا بجميع المسائل التي تمسوها درمياء والمسائل الأخرى الإيكولوجية سيعطي الأطفال وحد الفكرة من المنظور الحرفي والمهاني والعمل الذي يقوم به يوميا حتى نوافق بين التعليم التطبيقي والمهن التي يمارسها هذا السياسيون الكبار في المغرب ومن خلال هذه الندوة نود كجمعية أن نخلق بشراكة مع المدرسة ومع وزارة التعليم بعد ذلك قسم إيكولوجي وهذا هو الهدف من هذه الندوة وهذا المعرض الفني قسم إيكولوجي يحترم المبادئ الإيكولوجية السبعة بما يخص احترام البيئة وهضر المياه والنفعيات والأزبال وجميع الشرط الأخرى حتى نعطي للمدرسة اهتماما أوسع في مجال البيئة وهذه الندوات ليست هي فقط تحسيسية للأطفال بل تحسيسية كذلك للمعلمين والمعلمات لرجال ونساء تعليم لأن وزارة التربية الوطنية تعطي دروسا ومنهجية للحفاظ على البيئة من خلال برامجها تعليمية والتي أرى أنها تحتصر على كن صديقا للبيئة وكني صديقا للبيئة هذه العبارة القديمة ذهبت أكلت ظهر عليها وشارب يجب أن نستعمل تقنية جديدة ووسائل جديدة لتعليم أطفالنا وتدريب أساتدتنا لكيفية التعامل مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ونعلمهم كيفية التعامل مع هذه التغيرات حتى يكون الأطفال صالحين لهم وصالحين لمدرستهم وصالحين لوطنهم الجمعية تقوم دائما بندوات من هذا الطراز وهي قادمة إن شاء الله على تقديم لدوات أخرى أولا نحن نجد سعادة بهذه المعريض وهذه الأنشطة والورشات التي تنظمها المؤسسة من أجل المحافظة على البيئة ومن أجل تنوع الإيكولوجي في بلادنا وتحسيس وتوعية التلاميذ بأهمية البيئة والماء فهذا تقامت من أجل عدة ورشات وعدة أنشطة التي يمكنت التلامد أن يوعى ويحسوا بأهمية المحافظة على الماء نحن لاحظنا أن التلامد كان لديهم واحد تفاعل كبير واحد تفاعل جميل جدا بحكم أن هذا الموضوع موضوع حساس وموضوع الذي يهم العالم أجمع خاصة بلادنا خاصة مع الظروف الأخيرة ومع نودرة المياه التي نحس بها شيئا فشيئا فأخذنا كمؤسسة على عتيقنا أن نقوم بالدور الفعال والإيجابي من أجل توعية وتحسيس تلامد بأهمية تغيرات المناخية التي تقع في العالم وخصوصا في بلادنا فشركناهم كانت عدة ورشات ووجدوا لنا عدة نماديج وعدة مجسامات التي تتكلم عن الموضوع كانت لديهم أفكار رائعة بحيث أن القناعة لديهم تفاعل غريب جدا لم يكن تقع في البداية لأننا كل سنة تقريبا كنا نقوم بأنشطة حول البيئة ولكن هذه السنة حاولنا أن نكبر هذا النشاط وتكون عدة لقاءات وعدة ندوات جاءوا الناس متخصصين لإعطاءوا دروس وإعطاءوا تكلموا على مواضيع وعروض حول البيئة وقلنا هذا القتفاعل فالمستويات كلها تقريبا تقريبا المستويات كلها لا في ابتدائي ولا في التناوي ولا حتى بالنسبة للتعليم الأول فكلهم نخارطوا في هذه المسألة مختلف الأسلاك في المؤسسة نخارطوا في هذه الندوة حول الماء وهذه الأنشطة وهذه الورشات حول البيئة وحول الماء وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر